وصلت معكم إلى نقطة مهمة من أن المكتبة السنية وفي أهم كتبها هناك الكثير من الحقائق التي يقفز السنيون عليها لا يقفون عندها يتأملون تفاصيلها ومضامينها الخطيرة إنهم يقفزون عليها حتى لا يتورطوا لأنهم يعتقدون بأنهم سيتورطون في ترتيب الأثر المعنوي الأثر النفسي الأثر الوجداني في ترتيب الأثر العلمي والمعرفي في ترتيب الأثر العملي يخافون أن يتورطوا في موقف كهذا يعكر عليهم صفوة حياتهم التي اختاروها في فناء عجول وأصنام بشرية هم الذين اصطنعوها قطعاً آباؤهم وعجدادهم أسلافهم السابقون هم الذين اصطنعوا تلك الأصنام وتلك العجول وساروا على طريقهم على طريق السلف الصالح كما يقولون أخذت صوراً من هذه المكتبة السنية وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الصورة التاسعة ووعدتكم أن أضع الصورة العاشرة بين أيديكم في هذه الحلقة ولا أعتقد أن حلقة واحدة ستكون كافية لصورة العاشرة نحن والوقت الصورة العاشرة هي صورة خطيرة جداً على كل إنسان يبحث عن الحقيقة يجب عليه أن يقف عندها هي صورة صحيحة هكذا وقعت كتب القوم كلها تشير إلى هذه الحقيقة إنها رزية الخميس حقيقة واقعة لا شك فيها صحيح البخاري طبعة دار صادر إنها الطبعة التي أقرأ منها وقرأت منها في الحلقات الماضية الطبعة الأولى 2004 ميلادي بيروت لبنان والبخاري متوفى سنة 256 للهجرة في صفحة الرابعة والثلاثين كتاب العلم وهذا الباب هو الباب الأربعون عنوانه باب كتابة العلم الحديث الرابع بعد العاشر بعد المئة حديث 114 وهذا الحديث تكرر مضمونه باختلاف يسير في الألفاظ في صحيح البخاري في الأرقام التالية من الطبعة التي بين يدي 3000 353 368 4000 4131 4000 4132 5000 5669 769 7366 المضمون هو هو رزية الخميس هذه الكارثة العظيمة أقرأ ما جاء في الحديث المرقم 114 بسنده بسند البخاري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أيه كتاب هذا هذا هو الكتاب العاصم للأمة ماذا فعل الصحابة بهذه الأمة ماذا فعل سود الله تعالى وجوه الصحابة الذين فعلوا هذه الفعلة الشنعاء ابن عباس يقول لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمار إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا الذي أسس الفتنة هو هذا الرجل قال عمار إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا بعد أن وضع أساس الفتنة فيما بينهم فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني طردهم رسول الله قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه هذه رزية والخميس التي اصطنعها عمر وكبار الصحابة صفحة خمسمية وواحد واربعين رقم الباب مية وستة وسبعين رقم الحديث ثلاثة الاف وثلاثة وخمسين بسنده بسند البخاري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصب أي تساقطت الدموع من عينيه على الأرض لأنه يبدو كان مطرقا برأسه وإلا لو لم يكن مطرقا برأسه من الصعب جدا أن تتساقط دموعه على الحصب على الأرض ثم بكى حتى خضب دمعه الحصب إلا إذا أريد من الكلام كناية عن غزارة دموعه وبكائه على أي حال ثم بكى حتى خضب دمعه الحصب فقال ابن عباس يقول اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضل بعده أبدا لن للنفي التأبيدي وأضاف إليها رسول الله قيدا أبدا لتأكيد الموضوع فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله رسول الله يهذي القائل عمر ولكن البخاري عودنا على التدليس حذف اسم عمر فنحن مع أكبر مدلس مدلس في التاريخ إنه البخاري ومع أكثر كتاب يحتوي على التدليس من أوله إلى آخره ولذا هو الصحيح عند القوم فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله لما قالوا هذا قال دعوني 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 فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه النبي طاردهم لكن هذه الكلمات كلمات مخففة بتدليس من البخاري دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه هم لم يدعوه إلى شيء هو الذي دعاه هم لم يدعوه إلى شيء هذا كلام مرتبك إلى آخر الحديث فإن بقية الحديث بقية مرتبكة لا شأن لي بتدليس البخاري قالوا هجر رسول الله كلمة عمر إن الرجل ليهجر هكذا قال عن محمد صلى الله عليه وآله عمر هكذا قال وهذا موجود في كتبنا في كتب الشيعة وفي كتب السنة إن الرجل لا يهجر حتى لم يستعمل تعبير رسول الله النبي الرسول إن الرجل لا يهجر وكأنه يقول لقد انتهى وقته انتهى وقته وسيبدأ وقتنا بحسب المخطط الذي خططوه هذا بحسب الروايات في كتب الشيعة فإن الصحابة قبل هذا الوقت كتبوا صحيفة تعاهدوا فيها على أن لا يدع علي لا يدع علي ولا يدع أي هاشمي أن يكون خليفة بعد رسول الله مؤامرة الصحيفة والسقيفة وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع خيانة الصحابة واضحة في رزية الخميس سأدخل في تفاصيلها لكنني في باذئ الأمر أريد أن أطرح أسئلة أريد أن أطرح أسئلة على كل منصف النبي طرده فخرجوا مسرعين وكأنهم ينتظرون هذا الموقف طرده فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه من هو الذي حال بين رسول الله وبين كتابه الصحابة كبار الصحابة وعلى رأسهم عمار هذه أحاديث البخاري هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري وموجودة في صحيح مسلم وفي سائر صحاح السنة وفي كتب التاريخ والسيار هذه القضية حقيقية أمر قد وقع على الأرض لا مجال للتشكيك فيها ولذا فإني أطرح الأسئلة التالية إذا افترضنا أنهم أخطأ فهم ليسوا معصومين لماذا لماذا السؤال الأول لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا لماذا هناك مخطط لو لم يكن هناك من مخطط مسبق لا اعتذروا ولو على سبيل المجاملة لماذا لم يعتذروا لرسول الله لرسول الله عاجلا أو آجلا هذا السؤال لابد لكل سني أن يطرحه على نفسه إذا كان يحب رسول الله وإذا كان باحثا عن الحقيقة يريد التمسك بدين محمد صلى الله عليه وآله لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا لا يوجد شيء في الكتب من أنهم اعتذروا هذه حقيقة يمر عليها السنيون ويقفزون عليها أتحدث عن رزية الخميس هذه الأسئلة التي كتبتها هنا أسئلة لابد لكل باحث عن الحقيقة أن يطرحها لماذا لماذا لم يعتذر لرسول الله عاجلا أو آجلا مثلا بعد ساعات أو في اليوم التالي لماذا لم يعتذر لرسول الله عاجلا أو آجلا الواقعة حدثت في يوم الخميس والنبي رحل عن الدنيا في يوم الاثنين لماذا لم يعتذر خلال هذه الأيام في اليوم التالي في اليوم الذي يلي اليوم التالي لماذا لم يعتذر لرسول الله عن قباحتهم وعن حقارتهم وعن قذارتهم وعن ضلالهم وعن سوء أدبهم وعن عدم وفائهم لماذا لم يعتذر لرسول الله إن لم يكن الأمر مخططا هناك مؤامرة واضحة لماذا 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 لم يعتذر لرسول الله عاجلا أو آجلا إن كانوا يعتقدون به إن كانوا يؤمنون به لماذا لم يعتذر لرسول الله هذا دليل على أنهم لا يؤمنون به لا يؤمنون به لو كانوا يعتقدون أنه رسول الله لاعتذروا إليه هذا السؤال يبقى موجودا وعلى كل سني أن يجد الجواب لهذا السؤال إلا إذا أراد أن يضحك على نفسه إذا كانوا يؤمنون برسالة النبي وكانوا يحترمون النبي وكانوا يحبون النبي إنهم لا يحبون النبي يحبون دنياهم يحبون الدراهم مرت علينا في الحلقة الماضية آية النجوة وكيف أن الله فرض على المسلمين أن يدفعوا صدقة إذا أرادوا مناجاة رسول الله الجميع أحجموا وما تقدم أحد إلا ذلك الشخص الشاخص المفرد الذي هو الإيمان كله هكذا قال عنه رسول الله حينما برز في يوم الخندق لابن عبد ويت هو الكرار الفرار الذي ذهب لوحده وفتح حصون خيبر هو هو لا حاجة لذكر اسمه كما يقول المتنبي مثلما ينقل عنه قالوا له أنت شيعي لأن المتنبي كان شيعيا كان جعفيا من قبيلة جعفة وقبيلة جعفة شيعية جابر ابن يزيد الجعفي المفضل ابن عمر الجعفي والمتنبي هو كذلك أبو الطيب أحمد الجعفي هذا هو المتنبي كان شيعيا فقالوا له أنت شيعي وما سمعنا لك شعرا تمدح فيه عليا فقال وتركت مدحي وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا فهو النور المستطيل الشامل الشاخص الواضح وإذا استطال الشيء إنه البيت الثاني وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا لماذا لم يعتذر لرسول الله عاجلا أو آجلا السؤال الثاني لماذا لم يظهر الندم ويعلن التوبة من ذلك لنفترض أنهم ما أدركوا أمر الاعتذار لماذا لم يظهر الندم ابن عباس فقط هو الذي يظهر أسفه بخصوص هذه الواقعة أما هم لم يظهروا ندما ولم يعلن توبة من هذا الذي فعلوه برسول الله في آخر لحظات حياته لماذا لماذا لم يظهر الندم ويعلن التوبة من ذلك السؤال الثالث لماذا لم تتغير أحوالهم ويصيبهم الفزع حين طردهم رسول الله من بيته وفي آخر ساعات حياته كأنهم وجدوها فرصة مناسبة كي يتخلص من أمر رسول الله ومن الوفاء له بالعهود والمواثيق لماذا لم تتغير أحوالهم رسول الله طردهم لماذا لم يصابوا بالفزع أو الخوف لو كان هذا حاصلا لحدثتنا الأحاديث ووصلتنا الحكايات لماذا لم تتغير أحوالهم ولم يصبهم الفزع حين طردهم رسول الله من بيته وفي آخر ساعات حياته لو كان هذا الأمر قد وقع لحدثتنا الأحاديث ووصلتنا الحكايات هذا هو السؤال الثالث لماذا لم تتغير أحوالهم ولم يصبهم الفزع حين طردهم رسول الله من بيته وفي آخر ساعات حياته السؤال الرابع لماذا لم يعود لطلب الكتاب العاصم إن لم يكن هناك ما هو مبيت ومدبر إذا كانوا كما يقولون من أنهم مهمومون بمصلحة الأمة لماذا لم يعود إلى رسول الله كي يطلبوا منه أن يكتب لهم الكتاب العاصمة لهذه الأمة من الضلال لأن النبي هكذا قال لهم بأن الأمة لن تكون ضالة أبدا هكذا أعطاهم ضمانا من أنه سيكتب لهم كتابا لا يضلون من بعده أبدا قال لن تضلوا استعمل لن للنفي التأبيدي لن تضلوا بعده بعد هذا الكتاب أبدا لنفترض أن القوم اشتبهوا وأخطأوا ولم يعتذروا ولكنهم بعد ذلك فكروا في الأمر فعليهم أن يعودوا كي يطالبوا النبي أن يقدم لهم الكتاب العاصم لكن شيئا كهذا لم يحدث على الأرض السؤال الرابع لماذا لم يعودوا لطلب الكتاب العاصم إن لم يكن هناك ما هو مبيت ومدبر عند القوم السؤال الخامس لماذا لم ينشغلوا مع آل الرسول في حزنهم لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله ويشاركوهم في تجهيزه وعزائهم لماذا تركوا آل رسول الله وذهبوا إلى سقيفتهم لقد وجدوا في ذلك فرصة سانحة لهم هذا سؤال كبير لنفترض أنهم ما اعتذروا لأنهم ما وجدوا وقتا لذلك وما أظهروا الندم وربما أظهروا الندم ونحن ما وصل إلينا الخبار لنفترض ونفترض ونفترض لماذا لم ينشغلوا مع آل الرسول في حزنهم لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله ويشاركوهم في تجهيزه وعزائهم لماذا راحوا يتراكضون إلى تنفيذ مؤامرتهم الوسخة السؤال السادس إذا كان الأمر لمصلحة الأمة كما يدعون من أنهم فعلوا ما فعلوا في سقيفة بني ساعدة لمصلحة الأمة إذا كان الأمر لمصلحة الأمة كما يدعون لماذا ذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة ولم يذهبوا إلى مسجد النبي مثل ما كان يفعل رسول الله في الأمور المهمة للمسلمين سؤال مهم جدا على كل سني باحث عن الحقيقة أن يسأل هذا السؤال إذا كان الأمر مثل ما يدعي أبو بكر وعمر من أنه ما فعل ذلك لمصلحة الأمة إذا كان الأمر لمصلحة الأمة كما يدعون لماذا ذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة ولم يذهبوا إلى مسجد النبي مثل ما كان يفعل رسول الله في الأمور المهمة للمسلمين السؤال السابع إذا كانوا قد وجدوا سقيفة بني ساعدة مكانا مناسبا لمصلحة الأمة لماذا بعدما أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد لماذا لم يفعلوا هذا منذ بداية الأمر في المسجد سؤال يجب على كل سني منصف أن يسأله وأن يبحث عن جوابه وليس له من جواب إلا المؤامرة إنها المؤامرة كل هذه الأسئلة تقودنا إلى جواب واحد إلى المؤامرة إلى الجواب الذي جاء في أحاديث العترة الطاهرة من أنهم كتبوا الصحيفة وهاهم ينفذون برنامج الصحيفة المشؤومة السؤال السابع إذا كانوا قد وجدوا سقيفة بني ساعدة مكانا مناسبا لمصلحة الأمة لماذا بعدما أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد السؤال الثامن لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم أحد من أهل البيت خاصة أو من بني هاشم عموما بل لماذا لم يطرح في أسماء المرشحين للخلافة أحد من بني هاشم مع أن احتجاج عمر على الأنصار كيف احتج عمر على الأنصار لأن الأنصار طالبوا بالخلافة أيضا كيف احتج عمر على الأنصار هذا هو الجزء الثاني من تأريخ الطبري الطبري متوفى سنة 310 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 515 إنها أحداث السنة الحادية بعد العاشرة سنة 11 للهجرة أحداث السقيفة أذهب إلى موطن الحاجة من كلام عمر في النقاش الذي حدث في سقيفة بني ساعدة فيما بين المهاجرين والأنصار لما قال الأنصار في نقاشهم منا أمير ومنكم أمير بعد رسول الله أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن لابد من أمير واحد والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم يشير إلى أن النبي من قريش وليس من العوس والخزرج باعتباري أن الأنصار هم العوس والخزرج فقال عمر هيهات هيهات لا يجتمع اثنان في قرن لا يجتمع اثنان في قرن مثل ما نقول لا يجتمع السيفان في غمد واحد وهذا المراد فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم وولي أمور العرب من نفس قبيلة النبي ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد إنهم يبحثون عن سلطان عن ملك من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلكة إلى آخر ما جاء من الكلام والنقاش في سقيفة بني ساعد هذا هو كلام عمر عمر احتج بأن قريشا هي الأولى في أن تأخذ سلطان محمد أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم تدبروا في كلامه حين قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطن أو متجانف لإثم ومتورط فيها لك الكلام واضح جدا السؤال هنا إذن لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة أحد من أهل البيت وهم الأقرب إلى رسول الله لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم أحد من أهل البيت خاصة أو من بني هاشم عموما إذا كان أساس الخلافة هو هذا الذي تحدث به عمار فأهل البيت وبني هاشم هم الأقرب إلى رسول الله من سائر قريش لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم أحد من أهل البيت خاصة أو من بني هاشم عموما بل لماذا لم يطرح في أسماء المرشحين للخلافة أحد من بني هاشم مع أن احتجاج عمر على الأنصار مثل ما قرأت عليكم مثل ما قرأت عليكم عمر يقول هيهات لا يجتمع اثنان في قرن لكن بموازينهم تتعدد الموازين فيزنون لنفسهم بميزان هو ميزان العترة لكنهم لا يزنون للعترة بنفس الميزان مؤامرة 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 هذه أسئلة منطقية وحقيقية لا بد أن تطرح على أرض الواقع ولا بد أن تجمع معرزية الخميس كي تظهر الصورة جلية واضحة أحد أساليب معرفة الحقيقة ما يسمى في الفلسفة بالأسلوب السقراطي لأن السقراط كان يستعمل هذا الأسلوب في دراسته راسته للأمور وفي تدريسه لتلاميذه الأسلوب السقراطي هو أن نأخذ الموضوع بعد أن نشخصه تشخيصا واضحا ثم نلقي الأسئلة عليه من جميع الجهات لا نحتاج إلى إجابات لأن الأسئلة حينما تلقى عليه مضامين الأسئلة تجتمل على الأجوبة نشخص الموضوع أولا مثل ما فعلت الآن شخصت الموضوع بشكل واضح شخصت رزية الخميس ثم شرعت بإلقاء الأسئلة حولها هذه الأسئلة لا تحتاج إلى جواب لأنها إذا مجتمعت عند إنسان منصف طالب للحقيقة فإنه سيرى الجواب واضحا جليا من دون حاجة لأن يجيب عليها أحد هذه هي الأسئلة التي تشتمل على الأجوبة أعيد قراءتها عليكم وبعد ذلك أستمر في قراءة بقية الأسئلة كي تتذكروها هذا موضوع خطير وخطير جدا لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا بسبب فعلتهم القبيحة الشنعاء لماذا لم يظهر الندم ويعلن التوبة من ذلك إن لم يكونوا قد تمكنوا من الاعتذار لماذا لم تتغير أحوالهم ولم يصبهم الفزع حين طردهم رسول الله من بيته وفي آخر ساعات حياته لماذا لم يعود لطلب الكتاب العاصم للأمة من الضلال إن لم يكن هناك ما هو مبيت ومدبر إنها مؤامرة الصحيفة والسقيفة لماذا لم ينشغلوا مع آل الرسول في حزنهم لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله ويشاركوهم في تجهيزه وعزائهم لقد لقد وجدوا ذلك فرصة لكي ينفذوا مؤامرتهم أهل عين إذا كان الأمر لمصلحة الأمة كما يدعون لماذا ذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة ولم يذهبوا إلى مسجد النبي مثل ما كان يفعل رسول الله في الأمور المهمة للمسلمين السؤال السابع إذا كانوا قد وجدوا سقيفة بني ساعدة مكانا مناسبا لمصلحة الأمة لماذا بعدما أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد السؤال الثامن لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم أحد من أهل البيت خاصة أو من بني هاشم عموما بل لماذا لم يطرح في أسماء المرشحين للخلافة أحد من بني هاشم طرحوا كل الأسماء التي هي جزء من المؤامرة وما طرحوا اسما من قرابة رسول الله من أهل البيت أو من بني هاشم بنحو عام بل لماذا لم يطرح في أسماء المرشحين للخلافة أحد من بني هاشم مع أن احتجاج عمر على الأنصار بقبيلة قريش وبني هاشم هم الأقرب من قريش إلى رسول الله السؤال السؤال التاسع لماذا احتجوا بالقبيلة وتركوا العترة والعترة أقرب وتركوا الوصية الذي بايعوه في غدير خم قبل سبعين يومه ما هي بمدة طويلة بيعة الغدير كانت في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحج من السنة العاشرة للهجرة والنبي استشهد ورحل عن الدنيا في الثامن والعشرين من شهر صفر من السنة الحادية بعد العاشرة من الهجرة سبعون يوما فقط سبعون يوما فقط لماذا احتجوا بالقبيلة وتركوا العترة وتركوا الوصية الذي بايعوه في غدير خم قبل سبعين يومه فقط ماذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السادسة والخمسين الكلام المرقم بالرقم السابع والستين لما انتهت الى امير المؤمنين انباء السقيفة امير المؤمنين كان مشغولا بوداع رسول الله وتجهيزه لما انتهت الى امير المؤمنين انباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال سيد الاوصياء ما قالت الانصار قالوا قالت منا امير ومنكم امير فماذا قال امير المؤمنين فهل احتججتم عليهم بان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا تحريف حذفت كلمة وآله هناك تحريف واسع في كتاب نهج البلاغة وهذا تحريف من التحريفات أنا لا اتحدث عن تحريف تصحفي من جهة المطابع هناك تحريف في اصل النصوص التي نقلها الشريف الرضي من مصادر النواصب وما نقل النصوص من مصادر الشيعة هذا هذا أمر لا أريد أن أناقشه الآن فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصى بأن يحسن إلى محسنهم بأن يحسن إلى محسن الأنصار ويتجاوز عن مسيئهم قالوا وما في هذا من الحجة عليهم فقال عليه السلام لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم دقة في النظر دقة متناهية حين سأل الأمير ماذا قالت الأنصار قالوا لقد قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير قال فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصى بأن يحسن إلى محسن إلى محسن الأنصار ويتجاوز عن مسيئهم قالوا وما في هذا من الحجة عليهم قد يكون حجة لهم هذا هو مرادهم فقال عليه السلام لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم لأن الوصية ستكون بقوم آخرين ثم قال عليه السلام فماذا قالت قريش قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول رسول أيضا هنا تحريف صلى الله عليه وسلم احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة الثمرة أهل البيت كلمة قصيرة تلغي سقيفة بني ساعدة من جذورها فماذا قالت قريش قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول كلام عمر فقال أمير المؤمنين احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة الثمرة أهل البيت العنوان الأول علي لقد أضاعوا عهلية هذا نثرا وهذا شعرا أمير المؤمنين يقول مخاطبا عمر والسقيفة فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم كما يدعون من أن الأمر شورى فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا فأين الهاشميون أين أهل البيت ألم يكونوا من أهل الشورى لماذا لم يحضروا فأية شورى هذه هذه شورى معيبة فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا لو كان رسول الله حاضرا وأراد المشاورة مع أصحابه فهل كان يشاورهم متعمدا ومتقصدا ومتقصدا ألا يكون علي وأن لا يكون الهاشميون في مجلس المشاورة ذاك هؤلاء أعداء رسول الله مثلما أساءوا لرسول الله في رزية الخميس أساءوا لرسول الله في اجتماعهم هذا في سقيفة بني ساعد لو كان رسول الله موجودا وأراد أن يشاور أصحابه فهل يبعد علي وهل يبعد بني هاشم من هذه المشاورة لماذا إذن أبعدوه فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقرب حججت خصيمهم حينما حججت الأنصار يا عمر وإن كنت بالقرب حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب هل هناك من حاجة إلى نقاش طويل في هذا الموضوع الصورة واضحة أوضح من الشمس أوضح من الشمس إنه علي 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 إذا ما تحدث علي فإن الشمس هي التي تتحدث إذا ما نطق علي فإن الحقائق هي التي تنطق جليا ببيان واضح جزل هذا هو الذي يدور الحق معه حيث ما دار هل هناك أبلغ من الحق نعم علي علي أبلغ من الحق هل هناك أوضح من الحق نعم علي علي أوضح من الحق لأن الحق يتبعه يدور معه حيث ما دار لأن الحق وجد علي بأنه أوضح من بأنه أبلغ من بأنه أجلى من هذا علي وحين أقول هذا علي أعتقد أن الكلام يكون كافيا وكافيا عند أولي البصائر وعند أرباب الذكاء والفطنة هذا علي هذا علي الذي يدور الحق معه حيث ما دار لماذا احتجوا بالقبيلة وتركوا العترة وتركوا الوصية الذي بايعوه في غدير خم قبل سبعين يوما إنهم خائنون إنهم خائنون بتمام معنى هذه الكلمة هؤلاء قوم لا دين عندهم أين دينهم هذه الحقائق تنبئ أن القوم لا دين عندهم ستأتينا التفاصيل ستأتينا التفاصيل من الآيات الواضحة جدا ومن الأحاديث الصحيحة من صحاحهم نذهب إلى فاصل وتستمر أسئلة السؤال العاشر لماذا ليس هناك من موقف للأمة سابقا ولاحقا بخصوص ما جرى في واقعة رزية الخميس ليس هناك من موقف ولا حتى على مستوى التدبر والتأمل وأخذ الموعظة والانتفاع من التجربة إن كانت خاطئة أو كانت مصيبة لماذا ليس هناك من موقف للأمة سابقا ولاحقا إنها أمة خائنة أمة خائنة أمة ضحك عليها أمة ضحك عليها من قبل الذين يسمون بالصحابة وبالتابعين وتابعي التابعين أمة ضحك عليها من قبل أئمة المذاهب وفي آخر الأمر وصل العباسيون كي يؤسسوا المذاهب لهذه الأمة فأسسوا للسنة مذاهبهم وأسسوا للشيعة مذهبهم الطوسية القذر أمة مضحوك عليها في أحسن أحوالها وإلا فهي خائنة خائنة رذيلة حقيرة لماذا ليس هناك من موقف للأمة سابقا ولاحقا السؤال الحادي عشر لماذا لا يناقش هذا الأمر في زماننا على الأقل في زماننا إذا ما وجدنا أعذارا للأجيال السابقة من أجيال هذه الأمة لماذا لا يناقش هذا الأمر في زماننا لماذا لا يناقش هذا الأمر على مستوى الأمة أليس المبني على فاسد يكون فاسدا سقيفة بني ساعدة بناء أساسه فاسد وما بني على تلك السقيفة ونتائجها سيكون فاسدا قطعا لماذا لا يناقش هذا الأمر على مستوى الأمة أليس المبني على فاسد يكون فاسدا وحينما يفتح هذا الموضوع بشكل حقيقي وحينما يفتح هذا الموضوع بشكل حقيقي لا أتحدث عن مهاترات وحينما يفتح هذا الموضوع بشكل حقيقي تتعالى الصيحات من كبار علماء السنة وكبار علماء الشيعة من أن هذا تفريق للأمة هو تفريق للأمة لكنه تفريق للأمة عن فسادها هو تفريق للأمة فعلا لكنه تفريق للأمة عن فسادها عن هذا البناء الفاسد وعن هذا الدين الفاسد وعن هذا التشريع الفاسد لماذا لا يناقش هذا الأمر على الأقل في زماننا على مستوى الأمة أليس المبني على فاسد يكون فاسدا وحينما يفتح هذا الموضوع بشكل حقيقي تتعالى الصيحات من كبار علماء السنة وكبار علماء الشيعة من أن هذا تفريق للأمة ألا لعنة على أمة تجمع أمرها على الفساد والضلال أين أمة هذه؟ يخافون على الأمة من أن تتفرق إنها أمة اجتمعت على ضلالها إنها أمة يقودها الشيطان عبر جنوده عبر الذين يقال لهم علماء الدين من السنة أو من شيعة الطوسي هذا هو الذي يجري على أرض الواقع السؤال الثاني عشر لماذا تراكض أكثر مراجع الشيعة في الزمن الماضي وكل مراجع الشيعة في الزمن الحاضر لماذا تراكض أكثر مراجع الشيعة في الزمن الماضي وكل مراجع الشيعة في الزمن الحاضر إلى أحضان من خانوا رسول الله وغدروا بغديره مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا الحجة بن الحسن التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة يخاطب أكثر مراجع الشيعة أكثر علماء الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون عرفتم الآن لماذا تفتتح قناة القمر برامجها بخطبة الغدير عرفتم الحكمة من هذا ويومياً كلما بدأنا نوبة جديدة من برامجنا فإننا نعاود بث خطبة الغدير عرفتم الآن لماذا تفتتح قناة القمر برامجها يومياً وبنحو متكرر فإننا نضع بين أيديكم خطبة الغدير يومياً وبنحو متكرر عرفتم الآن لماذا هذا الإصرار الدائم في برامج قناة القمر على ذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة عرفتم الآن لماذا يحاربنا القطبيون لماذا يحاربنا حزب الدعوة وأمثاله من الأحزاب والتنظيمات القطبية عرفتم الآن لماذا تحاربنا المرجعية السيستانية لماذا يحاربنا السيستانيون لماذا يحاربنا الحكيميون لماذا يحاربنا الشرازيون لماذا يحاربنا الجميع لأن الجميع في خانة المذهب الطوسي القذر هذه هي الحقيقة من الآخر نذهب إلى فاصل بعد أن أثرت مجموعة أسئلتي حول هذه الواقعة أتحدث عن رزية الخميس أعتقد أن المنصف سيتلمس الجواب واضحا في طوايا هذه الأسئلة ولا حاجة للإجابة على أي سؤال منها لأن الأسئلة بمجموعها تشكل لوحة كاملة وواضحة جدا الجواب المؤامرة هناك مؤامرة هناك مؤامرة لا نقول إلا ما قاله لنا رسول الله في بيعة الغدير وهو يحدثنا عن أمير المؤمنين عن عليين اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وبالمناسبة هذه الكلمات اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله موجودة في كتب الشيعة والسنة وكثيرون من علماء السنة لا ينكرونها الصورة واضحة وواضحة جدا بعد أن أثرت أسئلتي وفي الحقيقة الموضوع يمكنني أن أقول عنه من أنه اكتمل بإثارة الأسئلة لكنني وعدتكم أن أتحدث عن المفردات التي وردت في تفاصيل هذه الرزية سأقف عند مفرداتها سأقف عند هذه المفردة عند مفردة منع نبينا أن يكتب كتابا للأمة يكون عاصما لها منع النبي أن يكتب الكتاب الذي يكون سببا عاصما للأمة من ضلالها قد يقول قائل لماذا لم يكتب النبي الكتاب ولا يعبع بهؤلاء القوم الذين خالفوا القضية ليست بهذه السذاجة النبي قادر على أن يكتب الكتاب لكن الأمر لا يكون نافعا ولا يكون مفيدا النبي فعلا كتب الكتاب واستشهد عليه مثل ما كان يريد أن يستشهد بهؤلاء استشهد على ما كتب النبي صلى الله عليه وآله استشهد بسلمان والمقداد وأبي ذار استشهد بهؤلاء الرواية موجودة في كتبنا وهذا الكتاب من جملة الوثائق التي سيخرجها صاحب الأمر النبي حين وجد الأصحاب خائنين غادرين وثق الوثيقة وتركها أمانة لابد أن تصل إلى قائم آل محمد فهذا الكتاب سيخرجه قائم آل محمد في مجموعة الوثائق التي يخرجها للعالم كي تعرف البشرية ما الذي جرى عليها إمام زماننا عند ظهوره سيخرج وثائق الأنبياء السابقين أيضا وهذا هو الذي يصطلح عليه في ثقافة العترة الطاهرة بمواريث النبوة ودلائل الإمامة من مراد من مواريث النبوة ودلائل الإمامة إنها وثائق الأنبياء السابقين ووثائق نبينا صلى الله عليه وآله إنها وثائق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إمام زماننا يخرجها ويظهرها للناس في عرض عالمي مباشر لبيان الحقيقة كي تعرف البشرية ماذا تعرف البشرية كي تعرف البشرية رحمة الله كيف أن الله سبحانه وتعالى هيأ كل شيء لصلاحها لكن البشر هم الذين صنعوا بأنفسهم ما صنعوا ومع ذلك فإن الله كان حليماً معهم أعطاهم المجال الواسع كي يعودوا إلى الصواب لكنهم ما فعلوا ولن يفعلوا ولذا فهناك يوم لا بد أن يأتي إنه يوم الخلاص يوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه حينها ستظهر الحقائق جلية واضحة لا أريد أن أسب كثيراً في هذه الناحية وإنما أعود إلى هذه المفردة إلى مفردة أن القوم أن الصحابة منعوا النبي أن يكتب كتاباً وأن يكونوا شهداء على هذا الكتاب لأن النبي أراد أن يثبت في هذا الكتاب أسماء الأئمة من بعده من أمير المؤمنين إلى قائم آل محمد وأن يشهد الصحابة على ذلك وبعد أن يشهد الصحابة على ذلك فإن النبي سيشهد الأمة على ذلك أيضاً فإن الكتاب سيبرزه في المسجد النبوي الجميع الجميع سيكونون شهوداً على هذا الكتاب وهذا المجلس والمقام الذي ستشهد فيه الأمة على هذا الكتاب ستنقل أخباره بأسرع ما يمكن أن تنقل إلى سائر الناس هذا هو الذي أراد أن يفعله رسول الله لكن القوم حال فيما بينه وبين تطبيق برنامجه هذا لذا فإن النبي أودع الكتاب عند أمير المؤمنين مع الوثائق الأخرى والتي وصلت إلى يد قائم آل محمد وستعرض ستعرض في يوم عرض يكون مميزا ومميزا جدا الروايات حدثتنا عن ذلك هذا الكلام ما هو بتحليل أحاديث العترة هي التي أخبرتنا بهذه الحقائق القوم منع النبي أن يكتب كتابا عاصما للأمة وبطل المشهد هو عمر بن الخطاب النبي هكذا قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع والذي قاله عمر إن الرجل لا يهجر إن الرجل لا يهذي لا يهجر لا يهذي قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا إلى آخر ما جاء في واقعة رزية الخميس بطل المشهد عمر هو الذي حرك الصحابة باتجاه أن منعوا النبي الأعظم من كتابة الكتاب العاصم لهذه الأمة أنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري ما قرأت عليكم من كتاب من كتب البوذيين أو من كتب اليهود أو من كتب الشيعة الذين يمكن أن تقبلوا أحاديث البوذيين ولا تقبلوا أحاديثه إنني ما قرأت عليكم إلا من كتبكم وإنني أقرأ عليكم من صحيح البخاري فعمر بن الخطاب هو بطل المشهد بطل هذه الواقعة بحسب أحاديث البخاري بحسب أحاديث مسلم الصورة واضحة وجلية جدا أقول حينما أحس أبو بكر بالموت هذا هو الموجود في كتب القوم أقرأ عليكم من تأريخ الطبري من الجزء الثاني من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة خمسمية وواحد أو تسعين لما أحس بقرب الموت أبو بكر بعد انتهاء أيام خلافته استدعى عثمان بن عفان فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد قال ثم أغمي عليه فذهب عنه ذهب عنه الوعي من هو الذي يهجر رسول الله الذي كان في كامل وعيه هذا محمد الذي لا ينطق عن الهوى أبو بكر في اللحظات الأخيرة من حياتي أغمي عليه إنني أقرأ من تاريخ الطابري فقال أبو بكر لعثمان اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد قال ثم أغمي عليه فذهب عنه وعيه فكتب عثمان عثمان هو الذي كتب ما كتب في هذا العهد من عند نفسه فكتب عثمان قطعا هذا تطبيق لمخطط الصحيفة لو كان الأمر شورى مثل ما قالوا وادعوا وأسسوا للخلافة على أساس الشورى إذن أين الشورى هنا أين الشورى لأنهم لو فعلوها شورى لخرجت من أيديهم لخرجت من يد أبي بكر ومن يد عمر ومن يد عثمان من يد الذين كتبوا الصحيفة فهم قد تعاقدوا وتعاهدوا على أن الخلافة تكون لهم لهذه المجموعة لو جعلوها شورى ثانية مثل ما فعلوها في سقيفة بني ساعد فإن الأمر سيخرج من أيديهم لكنهم أحكموا الأمر بهذه الطريقة الشيطانية فكتب عثمان لأن عثمان كان عارفا بما هو موجود في الصحيفة التي اتفقوا عليها فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا منه ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتتلت نفسي في غشيتي يعني إن مت قال قال نعم قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع هذا إذا كان الكلام صحيحا فلربما أن أبا بكر لم يفعل هذا بحسب ما هو موجود وهكذا يعتقدون هناك احتمال آخر هناك قول آخر ولكن بحسب ما هو موجود وبحسب الثقافة السنية التي يعتقدها السنيون لماذا أجاز عمر وأجاز السنيون لأبي بكر أن يكتب كتابا يشخص فيه الخليفة من بعده وفعلا هو لم يكتب وإنما أملى على عثمان وما أملى على عثمان إلا جملة وأغمية عليه وذهب عنه الوعي لماذا هذا يقدس ويحترم ويبنى عليه ولماذا رسول الله الذي كان في تمام وعيه هذا محمد الذي لا ينطخ عن الهوى إنه إلا وحي يوعى محمد هذا لماذا يا أيتها الأمة الضالة لماذا يا أيتها الأمة الضالة تقبلين بهذا لماذا ما الذي تنتفعين منه يا أيتها الأمة الضالة رجال الدين كلاب فجر عندهم مطامعهم سفلة هؤلاء هؤلاء جنود الشيطان جنود الشيطان في كل الديانات في كل الديانات رجال الدين في كل الديانات عبثوا بديانات الأنبياء عبثوا بها ولعبوا بها لعبا يا أيتها الأمة الضالة ما الذي تنتفعين منه وأنت تفعلين هذه الأفعيل هذا محمد هكذا فعلوا به وهذا أبو بكر وما قيمة أبي بكر إلى محمد هكذا فعلوا معه ألا يجب على الباحثين عن الحقيقة أن يقفوا عند هذه الصور عند هذه الحقائق أقرأ عليكم ماذا فعلوا برسول الله وماذا فعلوا مع أبي بكر من صحيح البخاري النبي الأعظم يقول ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أهذا محمد صلى الله عليه وآله هذا أمر معصوم وكتاب معصوم هذا هو الكتاب العاصم للأمة من الضلال قال عمر هذا بطل المشهد قال عمر إن النبي غلبه الوجع إن الرجل ليهجر يهذي محمد يهذي وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني طردهم وهم لا يستحقون إلا هذا مثل ما طرد الله الشيطان لأن الشيطان أراد جهة أخرى وهؤلاء يريدون جهة أخرى بالضبط الشيطان ما أراد السجود لآدم للذي يريده الله أراد السجود إلى جهة أخرى أراد السجود إلى الله فإن الله لا يريد هذا وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد الأمر هو هو عمر والصحابة هذا عنوانهم حسبنا كتاب الله وضعوا الوجهة إلى كتاب الله كما يزعمون وهم لا يفقهون شيئا منه ستأتينا الحقائق تباعا حينما نفكك مفردات رزية الخميس ستأتينا ومن البخاري نفسه فعمر وضع الأمة بهذا الاتجاه حسبنا كتاب الله بينما النبي يريد أن يضع الأمة باتجاه علي والأئمة من بعده فمنعوا النبي من ذلك هذه الحقيقة المغيبة عنكم يا أيها السنة هذه هي الحقيقة المغيبة عنكم هذه الحقائق والوقائع بين أيديكم لا أقول لكم صدقوني أنا أثير لكم المطالب احترموا عقولكم احترموا عقولكم وفكروا في هذه الحقائق أما أبو بكر قال لعثمان أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد أغمي عليه أغمي على أبي بكر فذهب عنه الوعي عثمان من عند نفسه كتب على أي أساس هل كان عثمان وليا لأمر المسلمين مثل ما كان أبو بكر كما يدعون له ذلك فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم الذي استخلف هو عثمان أبو بكر كان مغمن عليه ونحن لا نعلم هل مات في تلك الإغماءة أو مثل ما يقولون الذين فعلوا برسول الله ما فعلوا هل نستطيع أن نحسن الظن فيهم هل نستطيع أن نصدقه ولكن للمحاججة سنذهب مع الناس كما هو فكتب فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطى ولم آلكم خيرا من ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتتلت نفسي في غشيتي أن يختلف الناس في أي شيء في الخليفة من بعده لأن الأمر إذا كان شورى سيعود إلى علي سيعود إلى علي قال نعم قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر رضي الله عن من هذا الموضع السؤال لماذا وافق عمر على كتاب أبي بكر لماذا لم يقل بأن أبا بكر غلبه الوجع وحسبنا كتاب الله لماذا صار خليفة بتشريع من أبي بكر لماذا ولماذا 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 يا أيتها الأمة الغبية تقبلين بهذا لماذا يا أيتها الأمة لا تقفين عند هذه الحقائق والوقائع كي تصححي مسارك أنني أخاطب أنني أخاطب أنني أخاطب السنة والشيعة على حد سواء فالشيعة في ضلال وسنة في ضلال ودين محمد في جهة أخرى صلى الله عليه وآله يا أيها السنة ألا تنتظرون قائم آل محمد تنتظرونه بحسب ما تعتقدون يا أيها الشيعة ألا تنتظرون قائم آل محمد أخاطب الشيعة الطوسيين ألا تنتظرون قائم آل محمد بحسب ما تعتقدون لماذا لا تفكرون في أن تهيئوا أمر الأمة لهذا الإمام القادم لماذا لا تفكرون بهذا عليكم إذا ما فكرتم بهذا أن تعودوا إلى هذه الحقائق أن تتدبروا فيها أن تعرفوا الموطئ الصحيح الذي تطاؤونه بأقدامكم ماذا لقي علي من هذه الأمة ماذا لقي علي من هذه الأمة نذهب إلى فاصل ووصل الأمر إلى عمر بهذه الطريقة التي تقدم ذكرها قبل قليل وحينما تعرض للقتل للقتل وباتت ساعاته قليلة في هذه الدنيا أتحدث عن عمر أقرأ عليكم من الطبري نفسه من تأريخ الطبري ومن الجزء نفسه من الجزء الثاني صفحة سبعمية وخمسين قال لصهيب عمر قال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا تلاحظون أنه ذكر عليا أولا لأن عليا هو الأول من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون فإنهم يذكرون عليا دائما أولا ويعرفون أن عليا هو الأول كما يقول المتنبي وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمانا والزبير إنه الزبير بن العوام وسعدا إنه سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم لأنه كان مسافرا وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه الذي سيأباه أهلي هو هذا الذي يريده عمر في خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من الجزء التاسع والعشرين من بحار الأنوار للمجلسي هذا أحد الأجزاء هذا أحد الأجزاء الستة التي حرم حسين البروجردي المرجع المعروف حرم طباعتها لأن الأجزاء هذه تشتمل على ظلامة أمير المؤمنين حرم طباعتها سأعود إلى هذه الحكاية في قادم الحلقات حينما نصل إلى حرب المراجع الطوسيين على حديث أهل البيت سأحكي لكم الحكاية مفصلة في صفحة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع نقله عن أمالي ومجالسي المفيد بسنده عن زيد بن علي ابن الحسين عن أبيه عن أبيه السجاد عن أبيه عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة من خطبه والله لقد بايع الناس أبا بكر في أيام خلافته خلافة أمير المؤمنين والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم أولى الناس بالناس هذا هو مضمون بيعة الغدير النبي الأعظم ماذا قال للمسلمين في غدير خم في الخطبة الغديرية سألهم من أولى بكم من أنفسكم فقالوا أنت يا رسول الله قال من كنت مولاه من أنني أولى به من نفسه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذل أمير المؤمنين يشير إلى بيعة الغدير والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكضمت غيضي وانتظرت أمر ربي وألصقت كالكلي بالأرض كالكلي ثقلي مقادم بدني صدري هذا هو الكلكل وانتظرت أمر ربي وألصقت كالكلي بالأرض ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر بالطريقة التي مرت وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا وقد علم علم أبو بكر وعلم عمر الجميع يعلمون هذا وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكضمت غيضي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى فجعلني سادس ستة كسهم الجدة باعتبار أن الجدة لها السدس في الميران وقال اقتلوا الأقل هذا الذي قرأته عليكم وأبا واحد فاشدخ رأسه إذا اتفق خمسة وأبا واحد فاشدخ رأسه وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري إن عمر بهذا ما أراد غيري هناك من علماء السنة من يحاولون أن يشككوا فيما ذكره الطبري لأجل أن يتستر على ما فعل عمر هذا الكلام الذي جاء عن أمير المؤمنين يؤكد ما ذكره الطبري بشكل واضح وهذا كلام علي واضح هذه بلاغة علي هذا هذا أسلوب علي في الحديث وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كالكلي بالأرض ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان فعائشة في جهة ومعاوية وابن النابغة ابن تلك العاهرة القذرة إنه عمر بن العاص في جهة والخوارج في جهة أخرى ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان ثم لم أجد إلا قتالهم ويقاتلهم على التأويل على بيعة الغدير ثم لم أجد إلا قتالهم أو الكفر بالله هذا شيء من كلمات عالية التي يتحسس المتحسس المنصف حرارة أنفاسه فيها في هذه الكلمات حرارة أنفاس علي في كل حرف من حروف هذه الكلمات أقرأ الكلام مرة أخرى لله أنت يا علي والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم وإني لأشهد بهذا يا أمير المؤمنين هذا هو ديني والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميص هذا إن لم تكن أنت فمن هو هذا الذي سيكون أولى بالناس منك يا أمير المؤمنين فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألسقت كالكلي بالأرض ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد علم والله أني أولى أولى الناس بهم مني بقميص هذا فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى فجعلني سادس ستة كسهم الجد وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألسقت كالكلي بالأرض ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان ثم لم أجد إلا قتاله أو الكفر بالله هذه كلمات أمير المؤمنين واضحة واضحة كوضوح علي جلية بينة لأنها بيان من بيان علي صلوات الله وسلامه علي أعود إلى الشراء العمرية وما ذكره الطبر في تأريخه وقم على رؤوسهم قم على رؤوسهم بالسيف فإن اجتمع خمسة وردوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف فاشدخ رأسه أن يضرب رأسه من الأعلى أو اضرب رأسه بالسيف أن يقطع رأسه هذا أمر لصهيب أن يقطع رأسه عهلي ولقد ولقد فعلوها بعد ذلك فلقد شدخوا رأسه في محراب مسجد الكوفة شدخوا رأسه علي بعد ذلك فعلوها فهذه هذه التي في الكوفة من تلك من هذه من الشراء العمرية الشدخة التي في الكوفة غاية الأمر أنها تأخرت زمانا بدلاً أن تكون في المدينة صارت في الكوفة فإن اجتمع خمسة وردوا رجلاً وأبا واحد هذا الواحد الذي لا يأبى الذي يرفض الباطل وهو علي وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف ولقد عرضوا عليه الخلافة هم يعرفون إنه سيرفض لكنهم عرضوا الخلافة عليه بشرط أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر فرفض الخلافة ورفضه لأنه يرى أن سيرة أبي بكر وسيرة عمر تنقض دين رسول الله نقضا كاملا تاما هذا هو الذي يعتقده أمير المؤمنين ونحن مع أمير المؤمنين نحن مع علي لا نبالي في أي مسار يسير نحن نسير معه يا عمار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لابن سمية لعمار بن ياسر لأول شهيدة بين المسلمين لابن سمية الشهيدة هكذا قال له يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا في مختلف الوديان فاسلك في الواد الذي يسلك فيه علي فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمار فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمار فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف لأنه سيكون مع عثمان لصلته بعثمان فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف واقتلوا الباقين الرغبوا عن ما اجتمع عليه الناس أية شورى هذه الشورى الإجرامية هذه الشورى الداعشية هنا تأسس الداعش هنا هؤلاء هم الذين أسس داعش والقاعدة هنا تأسس الداعش اية شورى هذه أليس هؤلاء من المبشرين بالجنة فكيف يقتلون المبشرين بالجنة أليس علي من المبشرين بالجنة أليس طلحة من المبشرين بالجنة فكيف يتسنى لعمر أن يصدر الأوامر بقتل المبشرين بالجنة أية جنة هذه وأي مبشرين هؤلاء وأية شورى هذه وأي دين هذا وأية خلافة الشورى التي جاءت بأبي بكر ما هي بشورى لو كانت شورى حقيقية لنفذوها في مسجد النبي لماذا نفذوها كاللصوص في سقيفة بني ساعدة وبعد أن أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد النبي صلى الله عليه وآله ما ترك لنا شيئا إلا وبين لنا حكم النبي الذي يعبأ بطريقة تبولنا فبين لنا كيف يكون التبول ألا يعبأ بمصير الأمة ومصير دينها ألا يعبأ بالحاكم الذي يحكم هذه الأمة النبي يعبأ بطريقة تغوطنا وتبولنا فكيف لا يعبأ بطريقة حكم ما هو الطريق الذي تركه لنا رسول الله لقد ترك لنا العترة وأراد أن يبين لنا الدستور في ذلك الكتاب الذي لو أنه اعتمدته الأمة لما ضلت لما ضلت فأية شورى جاء منها أبو بكر ولماذا لم يأتي عمر من الشورى وكيف كتب أبو بكر كتابه عثمان هو الذي كتب وأبو بكر كان يغمى عليه من الذي يهجر رسول الله أم أبو بكر وهذه الحقائق بين أيديكم لماذا لم يعمل عمر لا بالشورى ولا بطريقة أبي بكر لأنه كان متأكدا من أن الأمة ستعود إلى علي ولهذا فإن عثمان حينما قتل وما استطاع أن يستمر في برنامج الصحيفة المشؤومة رجعت الأمة إلى علي لأن المسلمين جميعا كانوا يعرفون من أن النبي يريد علي من بعده وبايعوه لكنهم غدروا به فخرجت عائشة من جهة ومعاوية وابن النابغة العاهرة من جهة أخرى وبعد ذلك خوارج العراق ولو بقي أمير المؤمنين لخرج من خرج من الصحابة من أبناء عواهر الجاهلية لخرجوا عليه أيضا علي هو المشكلة وهو الحل علي هو المشكلة عند أعداء الله وهو الحل عند أولياء الله اللهم والي من والاه وعادي من عادى اشتركوا في القناة